السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير من الدخيلة اسكندرية وغرب اسكندرية عند موقع طبيعة الدخيلة الطبيبات دي جماعة مبنية من سادة افتو 140 لما امر محمد علي باشا ان هو يبني 30 طبيعة على مستوى اسكندرية لمجهة الهجوم الانجليزي على اسكندرية وعلى مصر كانت طبيعة دي بتدافع عن اسكندرية وبتدافع على مصر كلها لكن هنا في برضو مدافع اسرية احنا صورناها ابدا كدهوت في فيديو ابدا كدهوت اه وهنا كان فيه كده زي سير دايب تحت اه اتهد برضو كان كان بقى الوقر المجرمين والاعمال اللي مش حلوة يعني الدخيلة دي كمال لنعرفهاش ما بين المكس والبتاش يعني لو انت كده رايح على الهانوبيل اه ركبت اي مشروع او ركبت اه مكيف اه بعد ما حكمت الدخيلة على طول في الطبيعة دي هبصوا هو اتهد بالآه لكن في كده زي آآ هسير دايب بحت الارض بتهد هاتنخش نبص عليه من قريب بس نشوف حتى نخش منها في مدخل هناك كده هميطلع بقى على البتاش والهانوبيل وواحد وعشرين وحيدو الصلف المنطقة دي جماعة كلها دخلة في آآ مشروع آآ من اسكندرية كبير دقريبا كل دا عتشال هيحصل لقزالة ها في مدخل كده هوت من هنا بس دي كانت عبارة عن آآ طبيعة وآآ كان فيها اصوار كده هوت زي شور آآ شور كده قلعة بيرة اتهدت ده بحر الدخيل هنا خيز جدا تريبا آآ الخيز من المسلوبها يعني ايه تاخد شمسية كرسي كده تريبا بعشرة جنيه مش اختر من كده يعني هنا كان فيه اصار آآ ما دافع تعت محمد علي آآ كان بيدفع اسكندرية ضد الاخزو الانجليزي ده بصتوا بتاع دوت كان آآ كان عامل زي السرداب او النفق او كهف كده تحت الارض اتهد وتردم ودي لسه الطبيعة برضو آآ آآ تتهد مع مشروع التوسيع او مع مشروع من الاسكندرية الكبير تقريبا من هنا برضو دخل نابليون اسكندرية عشان كاسموه الدخيلة الدخيلة دي كانت مدخل غرباء وكان كل الناس بتجري يعني كان اي حد عايز يخش اسكندرية واسكندرية كان بيجي من المنطقة دي ده الآآ الطبيعة ومراكب السيد الجميلة هنا برضو حتى كده كان في حاجة اسمها حود هنا هوت حود السفن برضو عيت هد كل ده داخل في مشروع آآ مناء اسكندرية كبير البحر هنا جميل والله بسو بس مش عاليش من الزحمة اللي يعني متقريبا ميا هنا مش عاليو تقريبا يعني او الميا ممكن اغاملشان الحبات البترول دي عملاء والغاز دي ممكن السردين دي بص الشط كبير ادخلت محلش عالي راح في هنا انا جاي من هنا يعني فيش جزائر واحيك المياه اللي خلت البحر بانوش معالي منه لله انا عادب الاثار بانوش معالي منه لله ايجي هده منه لله انا انا عاليش المياه هنا غمعة جماعة مش عالحو ما زي مية الترعة بس هي عنديقة مش بحشة انش مياه اناوض بس مش عبي غمعة كده ليبقى ادت طبيعة جميلة ايام العثمانيين ايام محمد علي باشا جاي هدوها برضو. جاي هدوها برضو. دخلها في الميناء? اه اه. طعم بص كن الخشي جوه عليها. هيبص قبرة عن مبنى مربع. ده كان في مدافع هنا بالدفع اسكندرية. ضد الانجليزة او ضد اي حد بيجي اسكندرية. بصوا هي تهدد كده بقت قصار يعني. او كان في تلاتين العشب هدوها في اسكندرية. ها! هاي ها! 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 انت موجود فو مرات. وانا فيها الشابيدي طريبا كانت فيها مدافع كذلك السيف من خشب بصر واحد خشب دي ادي او عرور خشب جمدة جدا اه كانت مواصلية كده باللون اللبني والشابيدي طبعا كانت ايه اللي بيدفعوا منها اسكندرية نخشه كده فوق نطلع كيف يعد اسم حوض الجافية تقريبا مجموعة من الغرف المهدمة بالصباح برضو في البحر كامول كده زي حيكس كبير مجموعة من الغرف المهدمة نبص النحاء الثانية في ايه من الغرف المهدمة من كده بتبص على الدخيلة تبين ده الحوض اللي هو بتاع الدخيلة بتاع السفن او تعمير السفن والله منزل جميل جدا ومنطقة سريع جميلة حيزة بس شوية اهتمام ده من الدخيلة بعيدة مهنات ودي حتة بات الصيادين مكان للصيادين والمكان ده معوش يسرعه هو مامشي كده هنبص على المنحية الثانية في كده مجموعة غرف دي جماعة تقريبا اهتمان كانت مبيت للعساكر والقاضة والكنود ومخزن الاكل ومخزن السلاح كله مهجور مجموعة من الموراث الداخلية دي جمعنا جماعة دين مبنية 1840 ايام محمد علي باشا ما امر ببناء 30 طبيع او العة على مستوى السكندرية عشان حماية السكندرية من الهجوم اي هجوم من البحر عملين ايام مصوغين دا ما انظر بقى شاطئ اسكندرية شاطئ اسكندرية من بعيد هوت او الدخيلة او الدخيلة هذا هو الصور الخارجي للطبيعة أو الألعا هذا هو الحب السفن هذا هو الحب السفن أمام القيام بسفن يوجد أمامي وإنقاءه مبطئة وإنقاءه يقرح وإنقاء الحلول وإذا كنت أقوموا بكثير وإنقاءه يجب أن نقرح بحاجة وإن شاء الله نتعب الكلاب في جيو جديد في مكان جديد في يوم جديد شكرا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم